الحمد لله عب العالمين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي خلق الإنسان علمه البيان وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين وبعد فقد عني الإسلام بالعلم عناية كبعة فأمتنا أمة إقاء ويكفي أن نعلم أن أول آية نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إقاء إقاء باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقاء وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وخص القرآن الكريم صورة كاملة فسماها صورة القلم عناية بشأن العلم وآلاته وأدواته وقال صبحانه الرحمن خلق الإنسان علمه البيان ويقول صبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له به طريقا يلجنة ويقول صلى الله عليه وسلم من خاجأ في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يعجع ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالمي على العابدي كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقال العلماء والحكماء الناس سلاسة أي سلاسة أقسام أو سلاسة أصناف أو سلاسة أنواع عالم ومتعلم وسالس ما المقصود بالسالس لهو عالم ولهو متعلم ولهو معلم الناس سلاسة عالم ومتعلم وثالس لا خير فيه وهو الذي لا يعلم ولا يتعلم وقالوا أيضاً كن معلماً أو متعلماً ولا تكن الثالسة فتهلك أي ولا تكن الذي لا يعلم ولا يتعلم وقالوا من تعلم ثم عمل بما تعلم أهم شيء في العلم العمل وباكة العلم أن يعمل به وكان الإمام الشفعي رحمه الله يقول ليس العلم ما حفظ ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع قالوا من تعلم ثم عمل بما تعلم ثم علم الناس ماذا فذلك يدعى عظيماً في ملكوت السماوات وكان سيدنا أبو الضداء الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة وهذا هو الذي جعل نبي الله موسى عليه السلام وهو كلم الله وهو من أولي العزم من الرسل يبحث عن العلم ويسعى في طلبه ويخرج له ويبذل جهداً حتى يصل إلى العبد الصالح المعروف بالخض ويقول سيدنا موسى عليه السلام في أدب جم أدب المتعلم مع المعلم وهو نبي الله يقول للعبد الصالح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة لأنهم يضيكون قوة العلم بالعلم تبنى الأمم بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل وإقلال ويقول الآخر أعوني أمة بلغت مناها بغير العلم والسيف اليماني ويقول البرود بقوة العلم بقوة العلم تقوى شوكة الأمم بقوة العلم تقوى شوكة الأمم فالحكم في الدهر منسوب إلى القلم العلم بالعلم تبنى الأمم وبالعلم تكون قيمة كل إنسان وقدر كل مرئ ما كان يحسنه وقدر كل شخص ما يتقنه نسأل الله أن يمن علينا بعلم نافع وقلب خاشع ولسان ذاكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى